أعزائي المشاهدين أسعد الله صباحكم في يوم جديد من العمل وعدد جديد من نقاش غرفة الأخبار مباشرة من قناة البلد والذي يخصص عدد اليوم لمناقشة الصناعة الغذائية والتي تعتبر أحد الركائز للأمن الغذائي الصناعة الغذائية مؤخرا والتي أعطيت لها الأولوية من طرف رئيس الجمهورية شخصيا والحكومة بتوجيه البنوك إلى تمويل مشاريع الصناعة التحولية منها الغذائية بما يقارب التسعون في المئة الصناعة الغذائية في الجزائر التي عرفت تطورا كبيرا مؤخرا وذلك بفضل سياسة الدولة التي منعت الاستراد وبذلك توجه الكثير ممن كان مستوردا بالأمس إلى التصنيع كل الأصناف هنا في الجزائر الصناعة الغذائية التي تخوض غمارة مغامرة أخرى وهي الذهاب نحو التصدير وتوجيه المنتوجات الجزائرية إلى إفريقيا بالضبط الصناعة الغذائية اليوم والتي تلعب رهانا وطنيا ودوليا وإقليميا بضرورة المحافظة وتوفير كل المنتجات للمواطن الجزائري سنناقش هذا الملف مع ضيفنا السيد الخبير الاقتصادي والمختص في الصناعات الغذائية السيد عبدالقادر سليماني صباح الخير صباح الخير سي مولود شكرا على الاستضافة شكرا لك على تلبية الدعوة ربما في البداية سيد سليماني استثمارات الصناعة الغذائية مؤخرا هي في منحنة تصاعدي كيف ترون هذه الديناميكية الجديدة في الصناعة الغذائية في الجزائر؟ شكرا لأخ مولود حقيقة تعتبر الصناعة الغذائية في الجزائر اليوم هي القاطرة الأولى والقاطرة الأنامية لتجر كل الاقتصاد الجزائري من خلال التوجه العام للحكومة الجزائرية على أرسال سيد رئيس الجمهورية باعتبار أنه أعطى مؤشرات هامة وعطى عدة بوادر منها أن الاقتصاد الجزائري سنة 2022 هي تكون سنة اقتصادية بامتياز كل القرارات الأخيرة منها كما تفضنتم أنه تمويل عن طريق البنوك إلى نسبة كبيرة توصل حتى التسعين بالمئة من قيمة الاستثمار هذا شيء كبير شيء يعطي دافع كبير للصناعات الغذائية الجزائرية التي تعرف كما قلت لك منحة تصاعدي عدد كبير من الشركات اليوم التي تنشط في الصناعات الغذائية لما تحتويها الجزائر من شروط وموارد غذائية موارد طبيعية كبيرة لكي تجعل الصناعات الغذائية هي البديل من الاقتصاد الرائعي نخرج من الاقتصاد الرائعي إلى اقتصاد منتج اقتصاد خلاق للثروة اقتصاد اللي يجبنا القيمة الموضافة للاقتصاد الوطني جيد سيد سليماني ربما بالأمس القريب كان هناك الكثيرون لما ينتقدون عملية ما يسمى بالحماية الاقتصادية التي تنتهجها الدولة اليوم يعني منع التصدير شجع على الاستثمار وعلى الانتاج الوطني الصناعات الغذائية بالأمس الشوكولات البسكويت العجائن ربما حتى الأجبان كل هذا والألبان كل هذا كان يستورد اليوم هناك سياسات أدت إلى دفع كل هؤلاء المستوردين أو حتى خواص آخرين شجعتهم على الانتاج الوطني رأينا أن الانتاج الوطني اليوم لم يصبح فقط ذلك الانتاج الذين كنا نسميه قابقا وسين بير رادي لكن اليوم هو ذو جودة عالية حقيقة القرارات السيادية الأخيرة التي انتهجتها الحكومة هي قرارات تسري في كل دول العالم حتى الاقتصادية الكبيرة حتى أمريكا توضع سياسات لتحميل الانتاج الوطني طبيعة الحالة الصين وروسيا كل الاقتصادات الكبرى في الجزائر لأنه لماذا اليوم عندنا البديل في الجزائر لماذا نستورد أشياء ومن توجد نقدر هنا في الجزائر منذ الستينات سبعينات القرن الماضي كنا نحن ندلوها الانتاج الجزائري لماذا اليوم بفضل هذه السياسات وقرارات الشجاعة نتخلي أولا نحمي العملة الصعبة نكذبوش على روحنا أن العملة الصعبة اليوم أصبحت كل العالم حتى في زمن الكورونا يعني كنت بالفلوسك لا تقدرش تشرين مادات من توجهات غذائية من الخارج اليوم أصبحنا نتكلم عن الأمن الغذائي وحتى تبلور هذا المصطلح أصبح السيادة الغذائية اليوم الجزائر مجبرة بتحديات الكورونا بتحديات كذلك المشاكل الموجودة في العالم من الحروب على أوكرانيا كلها أعطا توجه جديد للحكومة الجزائرية أنها تحمي اقتصادها أنها تعطي الدفع قوي للصناعات التحويلية الغذائية لكي تكون الجزائر في منأة وبعيدة عن المشاكل والحمد لله اليوم نقول أن الجزائر هي في مأمن وأن الغذاء الجزائري لا خوف على الغذاء الجزائري جيد سيد سليماني ربما السياسات أو صناعات الغذائية هي قاطرة أوتوماتيكية للإنتاج الزراعي وبما أن الكثير من الخبراء يقولون أن تطور صناعات الغذائية والتحويلية قفست بالإنتاج الفلاحي أضعاف مضاعفة في السنوات القليلة الماضية بما أنكم في الميدان هل تلاحظون ذلك؟ طبيعة الحال نشوف اليوم أن قيمة الإنتاج الجزائري من الحبوب يوصل حبوب القمح يوصل إلى 3.5 مليون طن سنويا يعني شي جميل استطعنا يعني الغذاء الجزائري ننتجوه هنا في الجزائر ما عدناش مشاكل في استيراد القمح يعني أصبحنا ننتجوه اليوم وهذا كذلك مع السياسة الفلاحية الجديدة اللي وصلنا مساحات إلى 9 ملايين هكتار يعني مساحات فلاحية لنقدر نزرع فيها القمح الليين القمح الصلب الضراء الشاعير وكل هذه المواد الأولية اللي تدخل في الصناعات الغذائية اليوم قلت لك الغذاء الغذاء الجزائري محمي بصورة كاملة من طرف الحكومة الجزائرية ومن طرف المستثمرين والصناعات الغذائية التحويلية اللي أصبحت اليوم تعطينا منتوج ذو جودة وبأسعار يعني أحسن من أسعار الموجودة في العالم والمنتوجات الجزائرية أصبحت تنافس حتى منتوجات العالمية في الأسواق الإفريقية وفي الأسواق العربية إذن الفلاحة تمشي موازاة مع الصناعات الغذائية نعطي القيمة المضافة لأنه قتلك عندنا اليوم عندنا منتوجات كبيرة وبكميات لتسمح لأنه يكون عندنا هامش هامش يعني نمشي ونننسى أنه فترة الجني شهر جوان وشهر جويلية هو فترة الجني تقمح والحبوب يعني لا خوف أنا لا نقول لا خوف على غذاء الجزائريين لأنه عدنا الحمد لله كمية كبيرة من القمح الصلب التي أصبحت الجزائر عندها اكتفاء ذاتي حسب آخر أرقام تقول أنه الجزائر يعني تقريبا سنويا هي من بين رابع وخامس يعني تتدحرج بين المرتبة الرابعة إلى الخامسة من بين أكبر منتجي القمح الصلب عالميا طبيعتها طبيعتها القمح الصلب الجزائري قلت لك راي في 3.5 مليون طن الحمد لله قيمة الواليدات الجزائرية كانت في الأمس القارب 1.5 مليار دولار اليوم نقصناها أصبحت 1.3 مليار دولار كل هذا يشجع أنه نديروا بديل للمنتوجات التي نستوردوها من الخارج في الفلاحة اليوم أصبحت الفلاحة الشاسعة في منطقة الصحراء الكبرى كذلك تحت كذلك تشجيع آلية الدولة لأنها اليوم أصبحت تشجع الفلاحة والزراعة في الزراعة الشاسعة ذات المساحة الكبيرة في مثلاً ولاية أدرار ولاية البيض ولاية الواتسوف واليوم النتيجة رأي هنا أن الجزائر أصبحت من دول لعندها اكتفاء ذاتي في مادة القمح الصلب جيد لك حتى بالنسبة للقمح الليين ربما ما نسمعه عن الأحداث العالمية لعندها تأثيراتها في الأسواق وخاصة أسواق الحبوب الجزائر قبل هذا بأشهر استشرفت الأمر وكان قرار رئيس الجمهورية بدعم شعبة الحبوب وحيث زاد في ثمن شراء الدولة الوطنية للحبوب للقمح بكل أنواعه للحبوب من طرف الفلاحين وهو تشجيع يعني هناك يرى خبراء أنه الإنتاج السنة القادمة سيكون أكثر لأنه تشجيعات اللي اعطتها وضمانات اللي اعطتها الدولة للفلاح تشجعه على الإنتاج أكثر طبعاً هل الفلاح اليوم أصبح يرى أنه زيادة في الأسعار شراء القمح الليين وقمح الصلم والشاعير والذورة كذلك أصبح اليوم الفلاح أمامه كل تسهيلات من أجل أن يعمل فقط يعني ما كاش أعمل والدولة رح يخلفك الدولة يدعمك الحمد لله اليوم كنقولوا أنه كان حروب هذه حروب أوكرانيا وحروب أنه كل ناس أصبح تقول أنه القمح روفي خطر وأنه الكميات لا لا خوف لأنه الكميات موجودة حسب منظمة فاو منظمة العالمية الغيظة أنه حتى المنتوج سنة 2022 رح يكون أكثر من السنة الماضية بـ 2% يعني لا خوف على على الواردات الجزائر من القمح هناك ربما عالميا هي إشكالية سلاسل التوريد وليس إشكالية إنتاج كما طرحتم لأنه الجميع يقول أنه الإنتاج العالمي ربما هو أكثر من السنة الماضية في هذه ربما القضية بما أنها جاءت نقطة الجزائر لا يست لديها مشاكل إطلاقا في التوريد بفضل علاقتها الاقتصادية المتميزة مع كل الشركاء الاقتصاديين طبعا حال مولود اليوم الجزائر تستورد مثلا الحبوب من عشرين دولة من أرجنطين من برازين من روسيا من الهند يعني لا توجد هذا التنوع وهذا التنوع في الشراكاء شراكاء والموريدين هو اللي يعطينا هامش هامش المبادرة وهامش أن نكونوا بعاد عن الأخطار عن الخطر وكذلك ما كانش خطر في الكمية هناك ارتفاع في الأسعار فقط هناك ارتفاع في أسعار وطمحة لكن كمية موجودة مرتبط بسلسل التوريد يعني توزيع النقل طبعا النقل كلنا ما عرف أنه منذ جائحة كورونا يعني سلسلة النقل خصوصا النقل البحري أصبح يعاني كثير وأنه الكورونا حبست يعني كل الماشراط الاقتصادي تقريبا عالميا أصبحت اليوم يعني قيمة أنك تجيب سلعة من الصين وجيب السلعة من الهند أو من البرازيل أصبحت يعني فواثنين فواثلاثة يعني تضاعفت يعني ليكو ليكو تضعفوا كل هذا ليجعل يعني الأسعار الحبوب تزيد عالميا لكن لا خوف عن الكميات لأن قتلك الكميات على الحبوب عالميا عرفت ارتفاع جيد ربما في هذه النقطة لما وهو واضح أن المشكلة كانت في التوريد يعني هناك أيضا الأرقام تشير أنه حتى الجزائر في حد ذاتها أنه الاختلالات التي كانت تعرفها السوق هي اختلالات التوزيع وليست مشاكل ربما في المخزونات المخزونات الغذائية في الجزائر تشير إلى أن هناك فائض في المخزونات وليس عجز كان بالنسبة لصناعة الغذائية التحولية وحتى في المواد الأساسية طبعا الحال نثمن دور الديوان الوطني للحبوب لعطاء سياسة جديدة وهو سياسة تخزين وهنا نحيي سياسة الحكومة لتذهب إلى تخزين الحبوب وكذلك إلى أن تشري الحبوب من الفلاحين بأسعار جيدة لتغطي تكلفة على زراحته وتكلفة حصاده وكما قلت لك شهر الجوان هو شهر الجني الحبوب هو جوان وجويليا هو شهر الجني الحبوب يعني لا خوف هناك هناك مخزون بلح تصريحات وزير الفلاحة من سوق عراس أنه لا خوف على المخزونات الجزائر بالنسبة للحبوب زائد أنه فترة الجني هي فترة جوان وجويليا وكذلك المخزونات من طرف الديوان الوطني للحبوب عنده فائض حتى نقول لك يتصلوا بي المستثميرين باش يقول لي عبد القادر اليوم كان عدنا يعني فائض في الإنتاج أصبحنا نحن نبحث عن مجالات للتصدير الحبوب الجزائري لكن سياسة الدولة كانت واضحة أنها مؤقتا وقف تصدير أكبر دليل كان تخفيض الإنخفاض الكبير للعجائن والساميد الذي عرفته الجزائر المؤخرا قرابة 50% طبيعة لها الأسعار كلها أسعار نحيي كذلك سياسة الدولة في المجال تدعيم الأسعار أصبح المواطن لحماية القدرة الشرائية للمواطن أصبح اليوم المواطن يجد كل أسعار العجائن الساميد القمح كلها في متنول الجامع رغم قتلك ارتفاع أسعارها عالميا لكن القدرة الشرائية الجزائرية محمية من طرف السياسة الاجتماعية الاقتصادية للدولة الجزائرية هذه نقطة مهمة سيد سليماني هو أنه ربما صدمات الدولية الجزائر ربما تحمي المواطن وهذا حقيقة يجب أن نشير إليها أن تقلبات أسعار القمح تقلبات أسعار المواد الأساسية عالميا لن يحس بها المواطن الجزائري وذلك نظرا إلى سياسات الدعم الاجتماعي والتحولات الاجتماعية التي تقوم بها الدولة مباشرة بنظركم هل اليوم هذه السياسات الجزائر لديها القدرات المالية وحتى الإرادة السياسية طبيعة الحال موجودة القدرات المالية على مواصلة امتصاص هذه الصدمة أو الصدمات العالمية ويعني بشكل أن المواطن لا يحس بها أظن أن أسواق النشط اليوم الحمد لله ربا ضرراتي النفع الحمد لله اليوم سعر البرميل بيترول هو 140 من ربا لا يمكن الدولة في سياساتها يعطي لها هامش للمبادرة ويعطي لها هامش لأنها تطبق نموذج اقتصادي جديد نموذج اقتصادي مبني على الانتاج الوطني على الخروج من الريح إلى اقتصاد وطني منتج اللي يحمينا من الصدمات شوف في عامين جائحة كورونا ثم أزمة كورونيا أوكرانيا كل هذا اللي تعطي نظرة للجزائر أن يلزمنا اليوم نكون عندنا اقتصاد قوي مبني على القيمة المضافة مبني على الأمن الغذائي والسيادة الغذائية باش نكونوا في منأة وتكون المواطن القدرة نحمي والقدرة الشرائية للمواطن ونروح من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج وحتى نروح إلى التصدير والجزائر اليوم تهدف في 2022 إلى الوصول إلى 7 ملايين دولار يعني خارج المحلوقات سيتان شالنج هو التحدي العمليفات ذلك 5 ملايين دولار هذا العام نهدف إلى الوصول إلى 7 ملايين دولار كل هذا يجي باقتصاد منتج مبني على القيمة الموظافة مبني على المستثمرين تكون عندهم مساعدة وتكون عندهم من طرف الجل سنقف في هذه نقطة الاستثمار لأنها مهمة سنتطرق إليها لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود أعزائي المشاهدين مرحبا بكم مرة أخرى من قناة البلاد في الجزء الثاني من نقاش غرفة الأخبار والذي نناقش فيه ملف الأمن الغذائي والذي تعتبر الصناعات الغذائية من ركائزه القوية ودائما مع الخبير الاقتصادي والمختص في الصناعات الغذائية سيد سليماني مرحبا بك معنا مرة أخرى شكرا أخمولون سيد سليماني توقفنا ربما في ملف الاستثمار هذا ملف الاستثمار الذي يشرف عليه رئيس الجمهورية شخصيا ويطالب بتقارير دورية في كل مجلس وزراء رئيس الجمهورية ومصالحه إضافة أنه كلف وسيط الجمهورية شخصيا بضرورة رفع كل العراقيل عن الاستثمارات هناك قرابة 900 مشروع تم رفع العراقيل عليه ودخل حيز الخدمة ما وفر ما يقارب الأربعين ألف منصب شغل في سنة واحدة ربما هذه السياسة الاستثمارية إضافة إلى الهامش الأمن الذي توفره أسعار المحروقات اليوم هذه السياسة الاستثمارية ربما ستذهب بالجزائر إلى إضافة منتوجات وطنية مصنوعة محليا إلى ترسانة إنتاجها الوطني كل هذا تحت عنوان تحريل الاستثمار الذي نشكر سيادة رئيس الجمهورية أنه يشرف شخصيا على رفع كل العراقيل والمشاكل الذي يضد الاستثمار الجزائري عن طريق الواسطة الجمهورية الذي هو مشكور هذا كله الذي خلق ملود تحريل تقليل من 940 مشروع استثماري لجابة 40 ألف منصب شغل متابعة شخصية ومتابعة يومية من طرف رئيس الجمهورية كل هذا لكي نخرج من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد مبني على خلق الثروة على اقتصاد نوصل إلى تقريبا لمالا مليون بيامي بيامي نروح إلى اقتصاد للمعرفة نروح إلى اقتصاد التكنولوجيا كل هذا يسمح للجزائر أنها تخرج وتصبح عندها نموذج اقتصادي 2024 مبني على اقتصاد مبني على أطر ودعائم قوية اليوم الجزائر كما قلت الأخي ملود هي تنوع في شراكائها تنوع في الناس لبرتونير اليوم حتى نشوف زيارة قادمة لوفد أمريكي في مثلا من أجل في إطار الزراعة هنا لك رغبة لاستثمارات أمريكية في الزراعة في مجال الفلاحة والأبقار والبودرة الحالية كل هذا شيء شجع نشوف كذلك الديناميكية الجديدة في مجال المعارض أن الجزائر اليوم أصبحت تشارك في أكبر المعارض في دبي في إفريقيا كل هذا لتنويع مصادر الدخل الجزائري وأنها تقوم أنها يكون عندنا هامش كبير في مجال تدعيم الاقتصاد الجزائري الاستثمار نقول أن الاستثمار اليوم هو الركيزة الأساسية للمؤسسة الجزائرية هي الركيزة الأساسية لكي ندعم الشباب اليوم لكي يكون خلاق للثروة أن الشاب الجزائري اليوم يصبح عنده ذلك الوعي أنه يصبح هو مستثمر يعني هو أنتوبرونير نخلونه في رأسه هذه الأمورات لكي يخلق الثروة وليس محتمى تغييرها على الدولة هو يشرف على الاستثمار وتمتاعه الخاصة جيد ربما حتى في نقطة الاستثمار ألا ترون أن الدولة وخاصة كما قلناها في الجزء الأول أنه بفضل سياست فلنقول البروتكسونيزم هي الحماية الاقتصادية ربما دفعت بالمستثمرين على كل الأصعدة لتوفير المنتوج إلى صناعته وهنا محليا رأينا أنه في كورونا كل الدول رجعت إلى حدودها وإلى سيادتها لتوفير منتجاتها بمصانعها الموجودة هناك الدول التي لا تمتلك أي مصنع لم تستطع أن تفعل أي شيء يجب أن نستفيد من الضروس قلت لك أنه جائحة كورونا بأموالك بفلوسك ما تقدرش تشريع منتوجات شفنا منتوجات غذائية منتوجات في المجال الصيدالة من أجل الأدوية كل هذا يعطينا درس أن الجزاء اليوم تعود ترجع إلى حدودها إلى توسعها توسعها الإقليمي إفريقيا وإقليميا من أن تخلق يعني اقتصاد مبني على خلق الثروة اقتصاد مبني على الفلاحة على الزراعة على الصناعة يجب أن يكون لدينا ناسية صناعية قوية التي يحمي الجزائر من الصدمات المتتالية في ظرف عامين تعرضنا إلى مشاكل كبيرة هناك يعني العديد من العراقيل يجب أن نحوها واليوم يجب أن يكون الاقتصاد الجزائري اقتصاد قوي علش عنده مشاكل نقول المشاكل أولا هذه البيروقراطية اليوم السيد الرئيس الجمهورية أعطى تعليمات من وسط الجمهورية أن نرفع ونحروا الاستثمار ونكون هذه البيروقراطية لماذا لا اليوم باش تعمل الاستثمار رماما 48 ساعة تقدر دي المؤسسة دي المؤسسة لماذا لا؟ نحوذ البيروقراطية ونروحوا إلى الرقمنا رقمنا يعني اليوم المستثمر ما يبقاش المستثمر يروحوا الإدارة ويبقا يدير فينا عشان باش يعطوا له الرخص يعني أزمة الرخص هذه في الجزائر يعني في الجزائر نجد أزمة رخص استغنال رخص البناء رخص يعني في جال كما نقوله هنا في جال من أجل عامود الكهرباء تلقى أنه مشروع كبير متوقف متوقف يعني شيء غير واقعي يلزم البيروقراطية لماذا نقول نكون شجاء ونقول لماذا لا تجريم البيروقراطية لماذا لا نحن هذا البيروقراطي ماذا يريد؟ يريد تكسير الاقتصاد الوطني كل هذا يعني أمورات يجب أننا لا نتغذى عنها ربما باللسبة لي الصناعات الغذائية سيد سليماني ما هي أكبر العراقية التي تواجه أو تحول دون تطور وازدهار الصناعات الغذائية ووصولها إلى ما نصبه كلنا هو الاكتفاء والتصدير شوف الصناعات الغذائية الأخ مولود لدينا الفلاحة الحمد لله اليوم جزائر من أكبر البلدان في العالم لدينا مساحة كبيرة هناك انتاج فلاحي زراعي كلها الحمد لله عدنا ربما رأنا ما زلنا في المادة الأولية في المادة الأولية نجيبوها من الخارج هذا مشكل كبير مثل مادة مثل المواد الأولية في البلاستيك مثل في الكارتون مادة أولية في متخالات بعض المكولات وأنه بلد بترولي مثل الجزائر لا يمكن أن يشتكي من البلاستيك نعم نعم لكن كل هذا من سياسة سابقة اليوم الحمد لله كان سياسة إرادة هناك إرادة سياسية لأنه ما تنساش كان اقتصاد مبني على الحويات استيراد الحويات اليوم الحمد لله كان نظرة أخرى نظرة استشرافية بعيدة المدى ومتوسط المدى أنه المدخالات يعني كي يكون عندنا منتوج جزائري ماذا بينا يكون المدخالات نوصل للخمسين سبتين بالمائة بالنسبة لي هنا لما تقول هي مواد التغليف الأزمة في مواد التغليف وليس في المدى الأولية للمنتج يعني ربما كشوكولات أو كشيئا من هذا القبيل لماذا ألا يمكن توفير هذه المواد هنا محليا كنا في الأسبوع اللي فات كان المعرض الدولي للأغذية والتغليف اللي كانت السييسي وحتكنا مع مجموعة كبيرة من المستثمرين اللي أكدونا أنه 9% من المادة من المواد الأولية في التغليف نجيبوها من الخارج يعني لماذا لا هناك بدائل مثل الرسكالة مثل إعادة التدوير أنه يجب المستثمر الجزائري يكون خلاق ما يحتويش غير على المادة المستوردة يكون خلاق يجيب القيمة الموضافة لماذا يعني يكون عنده سيناريوات أخرى مثلا أنا عندي مادة تغليف بلاستيك لماذا إعادة الرسكالة نحيي كذلك اليوم أنه دولة الدعم في هذا الميدان والدعم المستثمرين في إعادة الرسكالة وفي إعادة التدوير يكون عندنا بديل إلى أن نوصل إلى إلا إلا اقتصاد مبني مبني على منتجات كلها مئة بالمئة تكون جزائرية ربما كانت هناك وهناك تجارب اليوم حتى بالنسبة للعمومية بالنسبة لرسكلة المواد التي تستعمل في التغليف ألا تظنون أنه في بعض الأحيان أنا أستطيع أن أسرد لك كثير من مصانع التي تقوم بعملية التغليف للمواد خاصة المواد الغذائية ألا تظنون أنه هناك نقص أيضا في في التشبيك أو في تشابك أو في ربما معرفة المتعاملين الاقتصاديين علينا أن نجمع بين كل متعاملين اقتصاديين وأن نبحث عن كل عن من يفعل من أو من يصنع من في بعض الأحيان نجد في كثير من الدول أنه هناك مصانع تشجع ربما مؤسسة صغيرة كانت تقوم بعملية التغليف أو التعليف تشجعها على أن تكبر في الحال كل هذا نحن نرجعه إلى أنه يكون عندنا أولا بانك 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 معلومات عن كل متعاملين مثلا وتكون عندنا بلاتفورم في هذا المجال أنه نعرف كل الموريدين في المواد التغليف نعرف حتى الشركات الصغيرة التي تعمل في المدى التغليف وكل هذا الشيء باش ندروها في سلسلة توريد كما قلت لسلسلة توريد أنه كانت شركة كبرى تعمل مع عدة مؤسسات صغيرة مثلا في البلاستيك مثلا في الكارتون لكن هذه السلسلة يعني اونامو يونافال باش توصل يكون عندنا منتوج جزائري مئة بالمئة خالص من من ألف إلى ياء كل هذا وهذا كذلك باش يخلينا أنه النسيج الاقتصادي يكون مبني على مؤسسة صغيرة على التشارك التشاركية والتشابك باش يعطينا قيمة موضافة للمنتوج الجزائري لأنه يجب ربما أن نذهب شخصيا نعرف هناك شاب جزائري كان يخدم في تغليف وحفظ مادة صناعية معينة المصنع وهو كبير الحجم كان يعني يستوردها بالكامل يستوردها في انقطاع سلسلة توريد كان هذا الشاب يعني يقوم في محل بسيط جدا ربما إعطاء عقود للعمل وربما دفع الأموال نستطيع حتى دفع المستحقات مسبقا ستشجع هؤلاء الشباب المبدعين على الإبداع اليوم خاصة في مجال الرسكلة ربما نستطيع أن نقوم بمعجزات لأنها عملية تدويرية لا نستحق أصلا أن نستورد هذه المواد استيراد الكارتون مرة أخرى أو مواد تغليف بلاستيكية أو شيء مؤسف طبيعة الحال اليوم الاقتصاد الاقتصاد ككل مبني على البيامي قلت لك نهدف أن نصل إلى مليون مؤسسات ناشئة أو مؤسسات صغيرة متوسطة التي كلها تعمل من أجل تشارك هناك ما عندناش سلاسة في المعلومات توجد مصنع كبير يجيب من توجد تغليف من دولة مجاورة ودولة أوروبية تصنع هنا في الجزائر نعطيك مثال في مادة الكاكاو التي حضرنا عليها في حصص تكنمارية هناك بديل هناك في تلمسان هناك في البوليدة هناك في خنشلة مثلا صناعة الخروب لماذا لا؟ تحويل نروح من الكاكاو نروح إلى الخروب هذا هذا البنوك والسلاسة في المعلومات هذه لكن هذا يرجع إلى الوزارات المعنية والموديلات المعنية التي من خلالها تعطي المعلومات أنا قلت لك يجب أن تشكيل بانك معلومات بانك معلومات لأننا عرفوا منها كل المتآمين اقتصاديين في كل المجالات هذا يعطينا هامش مبارد ربما في هذا الإطار كانت توصيات والأوامر التي توجيهت رئيس الجمهورية خلال اجتماع الحكومة مسبقا حيث طلب منها يعني سرد كل ما ينتج وطنيا لكي يتم حمايته عبر منع ربما استيراده أو إضافة رسوم جمهوركية إضافية ربما هذا ما سيقود إلى التعرف على متعاملين اقتصاديين نرجع إلى الصناعات الغذائية اليوم في نظرا لكل التقلبات الجيوسياسية عالميا والتي تؤثر على الأسواق هل اليوم الصناعات الغذائية تطورت الاستثمارات تضاعفت بثلاث أربع مرات منذ 2017 على كل الأصعدة هل نستطيع أن نقول اليوم أنها بإمكان هذا المجال أن يرفع التحدي وأن يوفر كل المنتوجات للجزائريين محليا إن أعطيت له الفرصة بطبيعة الحال محليا أستاذ مولود هناك اكتفاء ذاتي في كل مواد الغذائية ونعطيك سبيل المثال كانت بشرة خير هي الفتح للخط البحري جزائر النواقشط وفي قادم الأيام الجزائر داكار في خط جزائر النواقشط كان هناك تأخير في الباخرة باش تروح لماذا؟ لأنه كان هناك كمية كبيرة من المستثمارين الجزائريين من المنتوجات الجزائرية لكل واحد يقول لك لا يجب أن ندير تصدير عمل التصدير هذا شيء جميل لماذا لا؟ خلق العديد من الخطوط البحرية مع عمقنا الإستراتيجي هو إفريقيا نستبشر خير كذلك بقانون استثمار الذي يكون في طويلة البرنامان إن شاء الله في قادم الأسابيع من خلاله يجب كذلك يكون لدينا قانون استثمار جيد ويكون على الأقل لا يتغير كل سنة وكل ستشهر على الأقل تكون لدينا للصناعات الغذائية وبعدم 2022 هل سنرى قفزة في الإنتاج؟ نقول لك مع القانون استثمار جديد ومع التدعيم مع آليات للدعم للحكومة لكل مشاريع الاستثمارية نقول لك لا خوف على الجزائر لا خوف على الأمن الغذائي الجزائري وعلى السيادة الغذائية الجزائر بل نهدف الوصول إلى سبع ملايير هذا التحدي نقول لك اليوم بس المولود والقاتلة الأمامية هي تكون الصناعات التحويلية الغذائية جيد نشكرك جزيلا شكر سيدة عبدالقادر سليماني الخبير الاقتصادي والمختص في الصناعات الغذائية على كل هذه التوضيحات كما نشكر مشاهدنا الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة هنا نصل إلى نهاية نقاش غرفة الأخبار لنهار اليوم فقراتنا متواصلة نلقاكم في عدد آخر بحول الله السلام عليكم